هل في مثلا فحوصات معينة ممكن تتعامل للسيدة قبل الزواج بتبين إذا كانت عندها قابلية للمشكلة دي ولا لأ؟ هي بالتأكيد التحليل اللي ما قابلة الزواج بتبقى مهمة جدا وإن كنا إحنا كلنا بنتجاوزها بدرجة كبيرة ودي حاجة مش صحيحة ولكن على الأقل كفي شغلنا أمراض النساء تحليل السائل المنوي للزوج بيبقى ليه أهمية جمدة جدا هو تحليل الهرمونات بالنسبة للسيدة النهاردة ما نقدرش نقول بتحليل السائل المنوي لوحده إن الزوج هيبقى أكثر عرضة لموضوع الإجهاد أو الإجهاد المتكرر ولكن هيقدر يشخص بمطالب بساطة لو كان بالفعل عنده مشكلة يعني فيه أربع حاجات أساسية أو أربع محاور أساسية في تحليل السائل المنوي هيقدر يتعرف عليهم زي عدد الحيوانات المنوية الحركة بتاعتهم الأجسام المشوهة اللي زوجة لو كان عنده مشكلة في أي حاجة من البرامتر دي بالتالي لازم يبتدي عليك ولا سيما لو الأجسام المشوهة زيادة شوية يمكن لو الزوج عنده الأجسام المشوهة زيادة شوية هو بالفعل هيبقى أكثر عرضة لموضوع الإجهاد أو الإجهاد المتكرر ودي حاجة بسيطة جداً يقدر يعملها قبل الزواج نفس الكلام بالنسبة للتحليل الهرمونات بالنسبة للسيدة دايماً بيبقى فيه مثلاً خمس أو ستة تحليل أساسيين بنطلبهم من المريضة في اليوم الثاني أو الثالث للدور ودي ممكن تعملها قبل الزواج لو لقيت بالفعل فيه مثلاً مشكلة في هرمون زي هرمون الـ LH أو هرمونة مثلاً زي هرمون البرولاكتين اللي هو بتاع اللبن يعني لو لقيت فيه حاجة بالمنظر ده هي بالفعل ممكن تبتدي تصلحها قبل الزواج ده مش بس هيساعدها على الخصوبة لكن بالتبعية هيقلل النسبة حدوث حاجة زي الإجهاد أو الإجهاد المتكرر هي ممكن شخصاً عندها تكاييسات عن مبيض مثلاً قبل الحمل ودايماً مرضى التكاييسات بيبوا أكثر عرضة مثلاً يعني للإجهاد والإجهاد المتكرر تمام يا حك تنصح المقبلين على الزواج إن هم يعملوا بعض الفحوصات الطبية اللي بتباين مدى قطرتهم على الإنجاب علشان لو فيه أي مشكلة تتلحق بدري تمام كده؟ أكيد طيب